موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص لقاء سنتحدث فيه في خمسة محاور الانتخابات الرئاسية المسبقة دعم الرئيس تبون لعهدتين تانية وعن الملف الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر وعن الجانب الدولي وعن احتمالية انتخابات تشريعية مسبقة كل هذا مشاهدين الكرام سنحاور فيه ونناقش مع الأستاذ عبدالقادر بنغرينا رئيس حركة البناء الوطني موسيقى أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام سيدة عبدالقادر بنغرينا رئيس حركة البناء الوطني مرحبا بك عبر قناة الشروق الإخبارية مرحبا بك خي عبدالك وإخوانك في الجانب التقني وبجميع الذين سيشاهدون هذه الحصة إن شاء الله مرحبا طيب في هذا اللقاء الخاص بالانتخابات في برنامج خاص سنتحدث في خمسة محاور عن الانتخابات الرئاسية المسبقة عن دعم رئيس تبون لترشيحه لعهدات تانية وأيضا عن الملف الاقتصادي والاجتماعي وعن الجانب الدولي وأيضا عن الانتخابات التشريعية البداية بالانتخابات الرئاسية المسبقة كيف وجدتم أو كيف تقبلتم أن الانتخابات الرئاسية ستكون مسبقة هل كنتم تنتظرون هذا القرار من سيد الرئيس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما لا يخفى عليكم أن رئيس الجمهورية تم استقبال رئيس حركة البناء الوطني بخلال الأسبوع الذي سبق إعلان ثمانية أربعين ساعة قبل الآن سيدة قادر بن دينا بالضبطين يعني أو أكثر بكثير شوي أكثر من ثمانية في حدث نسبان ساعة قبل وحركة البناء الوطني نصبت هيئتها الانتخابية الخميس صباحا على الساعة العاشرة قبل إعلان رئيس الجمهورية عن تقديم الانتخابات بالنسبة لتقديم الانتخابات هو أمر عادي وبسيط يعني جوابك يشير أنه كنتم على علم وحضرتهم جيدا للانتخابات نحن نبدو نحذر من الانتخابات أخي عبد المالك من يوم الذي تنتهي الانتخابات نحذر الانتخابات عبرت عن حركة البناء الوطني أولا دستوري لا يمكن أن يكون هناك فراغ في مؤسستين أساسيتين وهو المجلس الأمة ومنصب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية يكون مجبرا لاستدعاء الهيئة الناخبة لتصويت على اختيار أعضاء مجلس الأمة وفي الحالة هذا يكون رئيس الجمهورية قد هو مترشح وبعيد عن ممارسة كل صلاحياته على الأقل أخلاقيا وليس دستوريا الأمر الثالث في حركة البناء الوطني كان دائما تحبذ بأن الانتخابات تكون في الربيع لأن إجراءها في الصيف صعب من ناحية الحرارة والحملة الدعائية وخيرا وإجراءها في الشتاء النهار يكون قصير جدا وقت الانتخاب يكون قصير فيكون قصير فتحبذ حركة البناء الوطني شهر أو فصل الربيع النهار يكون طويل والحملة الجو يكون طبيعي جدا لإجراء حملة انتخابية عادية الأمر الآخر في تحليل حركة البناء الوطني عبر رئيس الجمهورية في عهدته الأولى بأنه يسعى إلى إعادة هيكلة إدارية لكل الأقليم لا سيما من حيث نظر في عدد من البلديات وتقسيمها وعدد من الولايات وعبر أكثر من مرة بأنه يسعى إلى رفع عدد الولايات لعدة أسباب منها استراتيجية منها أمنية منها تقريب الإدارة من المواطن منها إمكانية الوالي أنه يستطيع أن يشرف على تنمية حقيقية وعلى تحقيق يعني رغبات المواطنين وقضاء حوائجهم عندما تكون الولاية صغيرة وليست مترامية الأطراف الأمر هذا إذا كانت الوزارة المعنية بذلك جاهزة أعتقد بأن بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة سوف يعاد النظر في قانون البلدية والولاية والتقسيم كذلك فإذا وقع هذا التقسيم معنا نحن نكون مضطرين إلى نفرض نفرض يعني أنه يصير عدنا مثل 120 ولاية معنا نكون مضطرين إلى إجراء انتخابات برلمانية وولاية وبلدية الأمر الذي يحتم على أو كان في نظرة رئيس الجمهورية في تحليلنا أن الانتخابات تكون رئاسية مسبقة بشهرين لعدة اعتبارات منها التقنية ومنها أيضا السياسية وصلنا إلى الجانب السياسي وهو المهم لأنه تقنية شكلها مقبول في قانون الأحزاب والانتخابات سيدة القادة البنجلين وهذا لا يخفى عليك ليست هناك قوانين منظمة لانتخابات الرئاسية وهذا يحين على أن الانتخابات الرئاسية هي مسألة الدولة وليست مسألة أحزاب فقط ولكن الكثير من ينتقد الأحزاب السياسية ويقول أنها تتحرك فقط في الحدث أثناء الحدث فقط تتحرك وخارج الحدث السياسي هي غائبة هنا لا يتحدث عن حركة البناء الوطني بل يتحدث بالعمو بهذا المقام أنا لست بموقع أسمح لنفسي تقييم أداء الأحزاب السياسية وعبرت في كثير من المرات ليس عند أداء الأحزاب السياسية على من يتحدث عن الأحزاب السياسية ويطعنها ويقول لماذا تتحرك فقط عند الحدث السياسي هل هؤلاء يفهمون العمل الحزبي أم لا لأنهم أيضا يتحدثون عن الأحزاب وضرورة المشاركة الموحدة عن الانتخابات الرئاسية وهم ربما يجهلون على أن القانون الأحزاب والانتخابات لا يجبر الأحزاب السياسية أو ليست هناك مواد تخص لانتخابات الرئاسية لأنه مسألة الدولة وليست مسألة أحزاب ربما قانون الأحزاب السياسية يتكلم على الحزب السياسي يرشح للانتخابات البلدية لا سيما مادة 11 الانتخابات البلدية والبرلمانية ولا يتكلم على الانتخابات الرئاسية ويتكلم على أن الحزب السياسي يهتم بالنشي يهتم بالتكوين السياسي يهتم بإعداد النخبة يهتم بالتفاعل مع القضايا الوطنية والقضايا الدولية يهتم بكل ما هو من شأن حزب سياسي لأن الحزب السياسي أسس من أجل وصول السلطة أو المشاركة في السلطة لم ينجز من أجل عملية ديكور أو عملية لا معنى لها إما الحكم أو المشاركة بدون شك فعندما تتكلم عن حركة البناء الوطني نحن نعتقد بأن حجم الوقت الموجود اللي هو 24 ساعة ضمن اليوم الواحد أصبحت غير كافية لحركة البناء الوطني لأعمالها وإنجازاتها ودوريتها وديناميكيتها اللي تكلم على رئيس الحركة في الفترة القصيرة جدا اقطع أكثر من 37 ألف كيلومتر مسافات وهذا المساء ماشيين إلى تمرست ومن تمرست ماشيين إلى تاظروك بحوالي 180 كيلومتر بعد تمرست في هذا اليوم وبعد غدوة مباشرة نعود إلى الجزائر لأعمال أخرى فبالبارح كان عندنا لقاء النخب الوطنية وعمل فريد ونوعي ولأول مرة يتم في الجزائر قبلها شاركنا نحن ومجموعة من الإخوة في مبادرة التلاحم الوطني في حركة البناء الوطني فقط للاستشارات الانتخابية عقدنا أكثر من ألف لقاء داخلي مع المناظرين إذن تتكلم عن ديناميكية مقرنا عبارة أكثر من خليط لحل قياداتنا كلها متوزعين في الولايات كل نهاية أسبوع ينزل أكثر من 10-15 من قيادات الوطنية في المكتب الوطني أنا سألتك بالعموم سيدة القادر بن جرينا وليس حصرا فقط حركة البناء أنا لا أستطيع أن أتكلم أخلاقين عن أي حزب سياسي آخر إلا إذا دفعت عليهم وإذا لم أستطع أن أدافع الأحزاب السياسية جيد سيدة القادر بن جرينا لكن ذكرت نقطة مهمة وهي النخبة النخبة في وقت سابق غيبت أو استبعدت من الفعل السياسي لكن هذه النخبة هل ناضلت من أجل العودة إلى دائرة الفعل السياسي أم وجدت هذا الإبعاد مبررا لها واكتفت بالمشاهدة وأحيانا بالتعليق الإفتراطي أولا ديمقراطية الجزائرية في كل مرة أو في كل مرحلة من المراحل السلطة القائمة ترى شكل من أشكال هذه الديمقراطية وهيكل من الحزاب السياسية مثلا في نهاية التسعينيات كان هناك تصور بأننا نلجأ إلى العائلات السياسية وتكلموا حينها بأن هناك عائلة وطنية وعائلة إسلامية وعائلة ديمقراطية وحساسية لمنطقة معينة هل أنت مع هذا التصنيف الوطني والإسلامي؟ لا أنا تكلم بصحاب القرار كانوا يرون هذا الرأي أنا ضد هذا التصنيف وفي الحقيقة هذا التصنيف لا يخالف روح وأهداف بيان أول نوفمبر بيان أول نوفمبر يتكلم عن أهداف هذه كلها سواء ديمقراطي أو إسلامي أو وطني ضمن بعد واحد نعبر عنه بيان أول نوفمبر في إقامة الدولة الوطنية ذات السيادة الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامي يعني نفهم من كلمك أن الحركة بين الوطنية ليست حركة إسلامية؟ نحن ليس حركة إسلامية نحن حزب وطني ونعتز بأننا حزب وطني والوطنية في الجزائر لا صراعة بينها وبين الإسلام ولا نستطيع أن نجد تجلب النموذج المشرقي الذي هناك صراع بين الدولة الوطنية وبين الإسلام لأن عندهم عديد من طواف وعديد من الأديان وعديد من اللغات حتى واللهاجات الأمر مختلف تماماً نحن عندما درسنا في التاريخ كطالبنا عندما نتكلم على جمعية العلماء المسلمين كانت تصنف كحركة وطنية يتكلمون عن الحركة الوطنية سواء أنا بأصولها الأولى التي أسس لها الأمير خالد أو أبو الوطنية أمصالي الحاج وعندما يتكلمون على جمعية العلماء المسلمين أو الحركة الإصلاحية تصنف كجزء من الحركة الوطنية لأن في الجزائر لا فرق بين الإسلام وبين العروبة وبين الجزائر هذا اللي تربيناه ولكن هناك من يفرق بين هذه التوابط الثلاثة شوف مشروع الأمة الجزائرية حسم فيه بيانه أول نوفمبر أمر محسوم وكل من يريد أن يطعن في هوية الأمة الجزائرية فهو يتخلى عن مبدأ أساسي يحسب لرئيس الجمهورية عبد المجيد التبون أنه وضعه في الدستور الحالي لأول مرة حتى جيل الثورة والمجاهدين لم يضعوه في دباج الدستور والذي أصبحت الدباجة هي جزء من الدستور عندما أشار إلى عبارة البيان المؤسس وهو بيانه أول نوفمبر أن بيان المؤسس للدولة الجزائرية هو بيانه أول نوفمبر ولأول مرة تدرج في الدستور وهذا يحسب لرئيس الجمهورية عبد المجيد التبون فإن الأبعاد الثلاثة التي تكلمت عليه سواء الوطني أو الديمقراطي أو المسلم هو نفس البعد بالنسبة للهوية الجزائرية وحسم فيه نهائيا بيان أول نوفمبر ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي دولة أو أي أمة أن تتقدم إذا أصبحت تشك في هويتها وفي مقوية إذن قلت في نهاية التسعينات كان هناك تصور بأن يعاد تشكيل الساحة السياسية على عائلات سياسية جاء الرئيس بوتفليقة رحمة الله عليه لحسابات نرجسية وحسابات محددة تجاه الشيخ محفوظ نحناح رحمة الله عليه تخلى عن هذه النظرة وتحولت الحالة من المسيرات العفوية لدعم رئيس الجمهورية إلى لجان المساندة في عهد الرئيس بوتفليقة رحمة الله عليه لدعم رئيس الجمهورية والأمر الآن في عهد عبد المجيد تبون اختلف في ملامح بناء قواعد الجزائر الجديدة اختلفت المسيرات العفوية واختلفت لجان المساندة بمبادرة من حركة البناء الوطني وبالتشاور مع عدد من النخب الوطنية استطعنا أن نجمع المئات من القامات الوطنية العالية جدا وأصحاب الرأي وقادة الرأي وأصحاب الفكر في كل التخصصات شملت 74 تخصص في الورقة التي هم بصدد إعدادها وانتهت منها الورشات بالأمس انتقلنا إلى مفهوم جديد بدل من أن الإدارة تشرف على مسيرات وسموها مسيرات عفوية أو الإدارة تشرف على لجان مساندة للمطالبة لرئيس الجمهورية بالترشح عزيز بودفلي قالترشح العهداء الثانية والعهداء الثالثة والعهداء الرابعة والعهداء الخامسة لم نرى ذلك لم نرى لا لجان مساندة ولم نرى لا مسيرات عفوية ولم نرى أي إعازات لأي جهة من الجهات حسب تحليل الذي أؤمن به وأعرفه إذن التقت هذه النخبة الوطنية من أجل ماذا؟ من أجل أن تقول لرئيس الجمهورية يجب أن تطرفش على العهداء الثانية؟ لا التقت النخبة الوطنية بالمئات بالأمس وشرفتنا أن يكون لقاء في مقر حركة البناء الوطني لتساهم بمجهودها وبقدراتها وبإمكانيتها وبتجربتها وبعلمها وباطلاعها الواسع للتجارب الخارجية أن تساهم بملف ربما يتجاوز سبعين ثمانين ورقة ببرنامج ثاري نرسله لرئيس الجمهورية يأخذ منه ما يراه مناسبا خلال هذه العهدة التي يترشح فيها في حركة البناء الوطني حسب قناعتنا المواطن عبد المجيد تبون خلال عهدة الثانية إذا ربي كرموا بالنجاح ثم احتضنوا هذا الشعب وصوتوا عليه وهذه عدنا فيها قناعة بإذن الله النخبة الوطنية التقت إذن نحن أمام ملامحة جديدة لجزائر جديدة هي ليست للمسيرات العفوية ولا لجان المساندة العفوية إذن أنتم جاهزون للحملة الانتخابية نحن كمنا نقول جيد الآن أصبح الخروج إلى الميدان والتنفيذ ما أتممتهم وما أعدتهم من مشاريع كل شي جاهز الآن ذكرت نقطة مهمة ذكرت العائلات السياسية طيب الكل شاهد حركة البناء الوطني مع جبات الحر الوطني مع جبات المستقبل وأيضا مع التجمع الوطني الديمقراطي بعدها شفنا حركة البناء الوطني اجتمعت مع أحزاب أخرى 13 حزبا ما الفرق بين الائتلاف الأول والثاني ولماذا لم يستمر الأول أو أنه مستمر لحد الأول أولا نسيت حاجة بأن قانوننا الأساسي والسياسة العامة لحركة البناء الوطني تنصص صراحة في تعريف حركة البناء الوطني بأنها حزب وطني لأن في اعتقادنا بأن لا صراع في المنظومة الوطنية الجزائرية بين أبعادها المختلفة ما تفضلت به نحن لم نؤسس لأي ائتلاف مع أي جهة مكانت نحن التقينا وأسسنا لتنسيقات لأن التحالف أو الائتلاف يقتضي منك مثاق وأهداف ومبادئ وسائل لتنفيذه وقيادة دورية تأدر وهذا الأمر لم يتم مع أي جهة أخرى نحن قبل أن نلتقي مع إخواننا الذين نشكل معهم الأغلبية الرئاسية وهي الأغلبية البرلمانية لا الأغلبية الرئاسية التي نشكل معهم الأغلبية الرئاسية التي هي تجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل التقت حركة البناء الوطني مع حوالي 14 أو 15 حزب سياسي وأصدرت بيانات متتالية وأرسلت لكل الصحافة الوطنية وباستثناء حزب سياسي وحيد كانت البيانات في غالبيتها بأن هناك تطابق تام للنظرة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل في اللقاءات التي كانت مع الأحزاب السياسية كانت سابقة لللقاء الذي تم معه أحزاب الأغلبية الرئاسية التي تشكل الأغلبية داخل البرلمان بغرفته أساس الببدأ أساس الالتقاع بيننا وبين المستقبل وبين جبهة التحرير وبين الأراندي كان بمبادرة من حركة البناء الوطني يمكن تسألوا الأخ بروفي سورياحي وتسألوا أخي الفاضل بن مبارك فاتح بوطبيق كانت في جلسة أنا وفاتح من أجل تجاوز البلدية التي وقع فيها انسدادات فأبدأ تشجع كبير مشكور والبروفي سورياحي كذلك أبدأ تشجع كبير وعرضنا الأمر كذلك على الإخوة في جبهة التحرير وأبدأ تشجع كبيرا ونجحت العملية والحمد لله والآن البلدية تشتغل بقى بلدية وحدة التي أعتقد في ولاية بشار لا زال الوالي لا أظن لم تصله المراسلة أو الوالي هو ظروف ما سمحتش أو هو لا يرى بأنه يجب أن يتجاوز الانسداد في بلدية بشار لا أدري قد أظن البلدية الوحيدة هذه اللي بقى فيها الانسداد وأظن قيادتها تعود إلى التجمع الوطني الديمقراطي للعلم حركة البناء الوطني لست مستفادة من هذه البلدية وليس فيها انسداد وإنما كانت دافع لدينا بأن قضايا المواطنين والتنمية وحاجات شعب الجزائري يجب أن لا تتعطل فكانت هذه المبادرة منها هي وطنية بامتياز ويستفيد منها إخواننا الشركاء الثلاثة في الحزاب الثلاثة ولكن كان منيتنا أن تتوسع حتى لأحزاب أخرى حامس وغيرها من الأحزاب الأخرى ثم كانت بعدها مبادرة وفي هذا المكتب مع أخي فاتح ثم بعدها زارني أخي بعدما زرته بادلني الزيارة أخي وفاتح نفس الشيء بادلني الزيارة أخي البروفيسور ياحي عرضت نفس العرض لماذا لا نلتقي كأحزاب ضمن الأغلبية الرئاسية لتقييم عهدتنا البرلمانية تشريعنا علاقاتنا مع بعض تقاربنا تحالفنا لتمرير قوانين نراها ضرورية لإسعاد المواطنين ورفاهية المجتمع قوانين نراها ضرورية تخدم الدولة وتخدم المجتمع قوانين نراها ضروريا لتعميق اجتماعية الدولة لماذا لا نعمل جيد فكانت موافقة من الأخوين وساهموا وساهم معنا رئيس وأقول اسمه الآن ساهم كذلك معنا لأستاذ خليفة سماطي مشكور رئيس منظمة بناء الشهداء في إقناع الإخوة في جبه التحرير ووافق أمين عام جبه التحرير مشكورا 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 واقترحنا أن يكون اللقاء في جبه التحرير الوطني وانتقلنا في العملية والحمد لله الإخوة لازالوا ماشيين احنا لم نعلن مطلقا بأننا نسحبنا طيب الاشكالية سيد القدر بنغرينا نحن لم نعلن هذا الأمر أبدا ونعتقد في حركة البناء الوطني بأن العلاقات هي ليست بادلة على بعضها البعض عندما تكون لنا علاقات مع عشر حزاب أو 13 أو 15 وتكون لنا علاقات مع ثلاثة أو أربع حزاب وتكون لنا علاقات مع حزبين آخرين العلاقات ليست بديلة هي متنوعة جيد ولكن السيق الذي حدث أنه بعد لقائكم في مقر جبه التحرير الوطني بعدها بأيام دعوتم رئيس تبون لترشح لأهدتين تانية حينها قال أمين العام للأفر أنه كان هناك لقاء مرتقب تاني بين الأحزاب وكنا قد اتفقنا أن نخرج بموقف واحد ولكن حركة البناء تسرعت ودعت لوحدها لرئيس تبون لترشح أولا نحن قبل أن نلتقي مع الإخوان وقبل أن توافق إخواننا أو شركاءنا في الأغلبية الرئاسية في جبه التحرير الوطني باللقاء معنا كأحزاب أربعة حركة البناء كانت دعت مجلس شورى الوطني لها للإنعقاد من أجل البت في الانتخابات الرئاسية رقم الثنين لم يكن في جده الأعمال حسب ظننا بأننا سوف نرشح معبا نحن لم ندعو نحن رشحنا المواطن عبد المجيد تبون رقم الثلاثة لا أعتقد بأن أخي من عام جبه التحرير الوطني الأستاذ بن مبارك يقول مثل هذا الكلام لا أعتقد بدليل أننا حتى إذا افترضنا بأن حركة البناء الوطني لم تعد جزء من الأربعة رأينا بأن جبه التحرير الوطني التمست قبل أن تعلن لا تجمع الوطني الديمقراطي ولا جبه المستقبل التمست من رئيس الجمهورية الترشح إذن لو كان هناك اتفاق كون أن عقدت لقاع مع الأحزاب الثلاثة واتفقوا حتى الصيغة التي تكلمت بها جبه التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وجبه المستقبل مختلفة جبه التحرير الوطني تكلمت عن التماس لرئيس الجمهورية الترشح التجمع الوطني الديمقراطي تكلم عن مناشدة رئيس الجمهورية الترشح وجبه المستقبل تكلمت عن دعوة رئيس الجمهورية ولذلك لا أعتقد ربما أخي عبد المالك هو لأساء فهم أخي أمين عام جبه التحرير الوطني أتصرح أولا لو اتفقنا كان يمكن يرشحهما في ثلاثة مع بعض وفي يوم واحد جبهة التحرير الوطني تلتمس يوم 12 والأراندي والتجمع الوطني الديمقراطي والأراندي وجبهة المستقبل تصرح كان موجود سيدنا قادر فنغرين أنا لم أسمع به نعم طيب ربما فريق رصد لم يأتي كبير فريق الرصد تحركة البناء الوطني الصغيرة والكبيرة التي تتحدث داخل الوطن وخارجه لأصدقاء هذا الوطن ولأعداء هذا الوطن ولكل القامات الوطنية تنزل يوميا مئات الرصد لكل الساحة الوطنية بالتوفيق الله طيب أو أنا لم أقرأه ودليلي بأنه غير صحيح أعطيت لك بأن جبهة تحرير التمست تجمع الوطني الديمقراطي أو ربما فريق الرصد لم يفهم أنه أنت المقصود ربما آه يمكن فريق الصحافة لم يفهم طيب سيدنا أما أننا اتفقنا حركة البناء لن تخون عهودها أبدا ومطلقا نعم مهما كانت طيب كيف وصلتم إلى القناعة أنه يجب أن ترشح هو المواطن عبد المجيد تبون لعهدتين تامية لأنه جزء من الأغلبية الرئاسية لأنه جزء من الأغلبية الرئاسية وكما نسال في رئيس الجمهورية هو يسال في نفسه أولا حركة البناء الوطني بعد الانتخابات الرئاسية لم تعود ملك لا للمؤسسيها ولا لمناظليها ولا لإطاراتها أصبحت ملك للشعب الجزائري الذي صوت عليها بحوالي مليون ونص مليون من خيرة أبناء هذا الشعب الوطني وعن قناعة في حملة انتخابية استقطاب فيها كبير داخل الساحة الوطنية رقم الثنين حركة البناء الوطني قادة استشارات موسعة من كل النخاب الوطنية التي تربطنا بها علاقات وعجزنا أن نوفي بكل ما موجود داخل الساحة الوطنية وقررت بقناعة ترشيح المواطن عبد المجيد تبون إلى العهدة القادمة انتخابات سبتمبر سبعة سبتمبر أول نتيجة القناعة ثاني نتيجة أن حركة البناء الوطني رأيها لم يعد ملكا لها أصبح ملك لعموم كل من يتقاسم معها الرؤى ثالثا لأنه قرار مؤسس سيد صادر عن مؤسسات حركة البناء الوطني وليس صادر عن رئيس الحركة أو رئيس مجل الشوراة أو أي شخص من الأسخاص رابعا لأن حركة البناء الوطني تعتبر بأننا في انتخاب دولة ولا مجال فيه للمغامرة أو المجاسبة خامسا لأننا جزء من الأغلبية الرئاسية ويقتضي الأغلبية الرئاسية أننا ننظر بإيجابية إلى استكمال عدة طموحات وأهداف أخرى لم يتم تحقيقها لأسباب موضوعية نتيجة جائحة القرورة أو نتيجة مرض الرئيس نرى بأنه نعطي فرصة ثانية لرئيس الجمهورية ليعيد مجموعة من الهيكلات التي طمحة أن تكون في العهدى الأولى ولم يستطع استكمالها يجعلها في العهدى سننصل إلى الملف الاجتماعي والاقتصادي ولكن كيف تفسر الحملة التي تعرضت لها مباشرة بعد دعوتكم رئيس تبوني ترشح لحدة ثانية ووصلت إلى أحد أبنائك وهو الأستاذ بارغ لماذا؟ أو كيف تفسر ذلك؟ أولا أنت تتابع أكيد ونرسلوك باستمرار هنا يوم لقاء الهيكل رؤساء المكاتب الولائية ونواب ومسؤولي التنظيم ورؤساء مجال الشورى الولائية وهو الذي سبق قرارنا بالانتخابات وسبق حتى إعلان رئيس الجمهورية تقديم الانتخابات الخطاب مسموع قلت للإخوة ومبثوث مع كل وسائل الإعلام بأن توقعوا سوف تقع عليكم حرب صحيح في المستقبل القريب متذكر تصريح جيد نعم وموجود هذا تصريح ونحن ندرك ذلك لأن قرار حركة البناء الوطني يؤلمهم ولو كان ما لحق الهمش الألم لأنه خعش شوكي كانوا ما يتكلموش كانوا يتوقعون بأننا نستعمل تستعمل حركة البناء الوطني للتصادم مع الأخ عبد المجيد تبون في مرحلة الانتخابات تعرف من يقف وراء الحملة جيدا في تحليلي في تقديرك يعني تعرف في تحليلي أعرف ليس من يتكلم تكلم الناس تعرفه من يوعز في تحليلي أعرفه جيدا ومن تغطى بموقع من الواقع وقال عبد القادر بن قرينا عنده دار في في اسبانيا أعرفه جيدا وبراء عنده مطعم وبراء عنده مطعم وعمره ست سنوات يعني براء على حسب دعاءاتهم كي كان عمره ست سنوات في 2001 وزيد 94 ولا 93 كي عمره ست سنوات دار مطعم أول مطعم هذا ماهوش عيب ولا ذنب ولا فساد يدير مطعم يدير فندق يدير شركة يدير شركة أي شركة مش شركات هو يساهم في التنمية الوطنية ولكن الذي أؤكد لك بأن براء إذا يسمح لي هو راكبير أول مدامنا بلغة 18 سنة ذمته رئيس الجد دفع بالمسجل الشعب ذمته لا تتعلق بي لا شرعا لا دينا ولا قانونا وذا وجدوا ولدي حذيفة في حياته دار الفيزة دولة اللي قال داروا فيها شركات من الآن أنا أنسحب من السياسة وإذا وجدوا أخي في حياته دار فيزة فرنسا وراح لفرنسا أو عنده شركة في فرنسا وهم عندهم رقمنا بإمكانك الآن تدخل السجل التجاري الفرنسي وتكشف عن القائل تتأكد هالأخي شقيقي عنده شركة في فرنسا إذا وجدوا أنا أنسحب من هذه السياسة وأطلب من الشعب الجزاري أن يلعنني لأن أخي كاذب عنده شركة في فرنسا أو ابني برا عنده مطعم في أي مكان أو عنده شركة من الشركة ولكن بقيت نقول لك حكاية في هذه وأنا دائما نقول للشباب بتاعنا اللي نكونهم نقولهم جيتوا للعمل السياسي ربما البعض منك من الجلد نتاعه هو جلد أرنب مدام جيتوا للعمل السياسي لازم الجلد نتاع الأرنب يبدلي والجلد نتاع سلحفاته قد ما يضربوكم وقد ما يحكوا فيكم وقد ما يلحق الكمش إلى إذا كانت تأثروا مثل ما تتأثر الأرنب بعدوا على السياسة السياسة مجالة صعب سعيب عليكم أحكي لك هذه صديق عزيز وكاتب وقامة عربية كبيرة ويحب الجزائر ويدافع الآن عن سياسة الرئيس عبد المجيد تبون دفاع مستميت الأستاذ معان بشور والأستاذ مونير شفيق أستاذ مونير شفيق يقول وهو من قادة منظمة التحرير الفلسطينية يقول بدأ شوي خلاف بيننا وبين أبو عمار فقدرنا جلسة مع أبو عمار ياسر عرفات الشهيد ياسر عرفات قلنا له أبو عمار هذا عمل سياسي وعمل مقاوم وعمل نظالي وتتداخل فيه الأجندات الأجنبية مع الأجندة الوطنية ووا ووا يجب أن نتفق على شيء قد نختلف فيما بيناتنا نتصارع كقيادات فيما بيناتنا لكن نتفق على خطوط حمراء أن أي واحد اختلف معك مرتب يبقى ماشي لأنه هو رزق أولاده مهما كانت الخصومة ما تتعدعاش الله وأنه مهما كانت الخصومة معك لا تتعدى إلى الزوجة وإلى الأخت وإلى الأخ وإلى الإبن وإلى كذا صارعني كما تشاء تكون لك الرجول أن تصارعني كما تشاء لكن لا تتتعدى الأختي وبنتي وولدي لا تتعدى للمعارك أخلاقها أخلاقها أنا خاص لي في عائل تيزوش أخواتي راه في أبواب الثمانين ما زال ما تدقوش عليهم الدعاية لازم ما نشوف كالقي الدعاية نبعثها لهم كانش ما يتكلموا عليها حتى الرئيس تبون أعطى درس فيها الخصومة السياسية عندما عزى عزى ملك المغرب في وفاة أمه نفس الأبواق هذه وصلت رئيس الجمهورية خارجته من الملة وقالت ميش مسلم نفس الأبواق هذه اللي الآن رأي نشوف فيها تشكر في الرئيس عبد المجيد تبون قالت بأن رئيس الجمهورية ما هو مش مسلم أصلا وكلمة هذه لا تقال هذه لا تقال يعني هذه لا تقال أصلا ولكن قيلت والأشرة موجودة إذن نحن نتكلم عن واقع مر كان الجزائريين والجزائريات يتحاكون وجدار عميروش وجدار بن مهيدي وجدار بن بولعيد الآن وجدارت القزانة الفولانية وجدار تشوف لنحيطات لي وصلت لي وجدارت القزانة الفولانية وجدارت القزانة الفولانية وأبواق الخارج وأبواق الخارج هذه اللي للأسف الشديد نعطيك التناقض أنا ذباب ما فتحته شو لكن فتحته واحد منهم قال بنجرينا إرهابي والجيش قرر باش يستهدفه هو المخابرات واحد قال بنجرينا عامل للمخابرات الجزائرية وفي نفس اليوم تقريبا وفي نفس الأسبوع يعني وين هل راح صادق هذا أو هذا أولا العلاقة مع مؤسسات الدولة الجزائرية سوى رئاسة سوى جيش أو أمن هي شرف بالنسبة لحركة البناء الوطني أو لأي وطني جزائري ويحزب لديها قنوته ويجب على كل جزائري وكل جزائري وكل نخبة وطنية أن تكون لها عناقات وقنوات مفتوحة مع كل مؤسسات الدولة الجزائرية مهما كانت لأننا نتكلم عن مؤسسات ولا نتكلم عن أشخاص وأمر طبيعي ومنطقي نحن طيب لكن العيب والخيانة والعمالة عندما تكون عاميل لواحد شامبيت أو واحد لدولة من الدول الأجنبية هناك العمالة أما العلاقة مع مؤسسات دولتي فهي شرف أفتخر به ولا أدعيه وحتى العلاقة اللي تكلموا بيها مع الأمن كاذبة ليقولك ما نعرف الجنيرال التوفيق نعرف نعرف نعم ونعرف ما بعده من المداران تعالى الأجهزة الأمنية أو العسكرية في أغلبها ونعرف رؤساء الحكومة ونعرف رؤساء البرلمانات اللي سبقه وأغلبهم لدي بيني وبينه علاقة منها علاقة صداقة ومنها علاقة عمل أو استشارات لأننا نحب ونكره وضعنا الله سبحانه وتعالى ثم هذا الشعب الجزائري بأنني أصبحت قامة وطنية أو شخصية وطنية يفترضوا على أصحاب الشأن أنهم يلتقوا بي سوى اتفقوا معي أو لم يتر أحبوني أو كراهوني يلتقهم وإذا تحب نعطيك شيء ما أعطيتهش للواحد كيف ألتقيت مع الجنيرال التوفيق نعطيك مع الشخص هذا اللي تكلموا عليه أنا والله لا أعرفه اسمعت قالوا عقيد ما نعرفش اسمه شطايبي والله لا أسمع به شطايبي نعم والله لا أسمع به ولا أعرفه هذا الشخص هذا ثم إذا كان الجنيرال التوفيق حوس على عميل أو المخابرات حوست على عميل أول ما يجيش عميل والد البلد ليس عميل تجيب واحد تطلعوا ديرك تعتقد الجنيرال التوفيق اللي كانوا هما هذا ما يسموا فيه رب الجزائر يعني من ورق لها إنسان بسيط واحد منهم قال بنجرينا راعي يجيبوا هذا الرعي حسب الدعاية هو رغم أن الرعي هذا راه هو شرف لا أدعي لأنه مهنة الأنبياء ولكن فرض علي أن أكون راعيا على أناس عنصريين مثله وأنا تعامل مع أناس وأنا أكون هاديا وعاقلا ومتسامحا مع هؤلاء نقول لك لما الشيخ نحناح رحمة الله عليه عدد من الإخوة ما نذكرش أسماءهم رافض الدخول إلى المجلس الوطني الانتقالي ثم لماذا الشيخ رحمة الله عليه دخل المجلس الوطني الانتقالي لأننا كنا نعيش مرحلة انتقالية وكان لابد أن نعود للمرحلة الدستورية فقالوا للشيخ رحمة الله قال الشيخ نعم ندخل للمرحلة الانتقالية من أجل التسريع في العودة إلى الحالة الدستورية ومش كما الشبهات التي طرحوها الآن نحن ضد المرحلة رحلة انتقالية البعض خاف كانت الرؤوس تقطع أنا كان محكوم عليها بالإعدام كان 11 من الزمالين تعنا استهدفهم الإرهاب وقتلوهم لما ناداني الشيخ وقالي تدخل للمجلس الوطن الانتقالي وقلت له لبيك أي شيء يعني يخدم مصلحة الحركة ويخدم مصلحة الوطن أنا لن أترجع عليه والدي مجاهد وجدي شهيد وشقيق شقيق جدي شهيد فيعني احنا رأنا فضلة الوقت يعني لو استشهد والدي كراني أنا ما زيتش أصلا أنا بن الاستقلال كان هناك حتى علينا الزوج مجاهدة كان هناك أخ ربي فرج علي نوع لي على كل حالة من حب السجن حتى الواحد موجود داخل السجن كان إطار مسؤول وكان عمي محمد بتشين رحمة الله عليه وكان سيعب تقادر بن صالح رحمة الله عليه وكان وزير صديق عزيز الآن سابقا لم يكن صديقا يتبنى فكريا صاري الاخري فساعوا لتشكيل مجموعة من الجمعيات الشبانية وخيري لما دخلنا المجلس الوطن الالتقالي كان عندهم أهم منصب ومراهنة عليه هو لجنة شباب والرياضة وإحنا الانتخابات داخل مجلس الوطن الالتقالي لم تكن بتاكنت الانتخابات إذن لما دخلنا المجلس الوطن ترشحتنا لجنة شباب والرياضة هؤلاء واقفوا كلا بعدم نجاح في اعتقادهم كيفاش واحد إسلامي يدي لجنة شباب والرياضة لازم يديها واحد زميل كان معنا وصديق هو اللي يازم يديها دخلنا الانتخابات فوجت كان هذا السيد اللي في السجن وكان عمي محمد بتشير رحمة الله عليه ومن بعد صار صديق عزيز يعني كان عم وأبي يعني ما قدرش نقول صديق لنه أكبر مني والوزير هذا كذلك وكان معنا في سيانتي وإلى آخره يكلمني وزير ربما ما يقبلش كان وزير الشباب والرياضة باش يبارك لي يكلمني يبارك لي بأنني فز لقيته هو ولقيت مع عم شريف تفاوي رحمة الله عليه ولقيت عليه واحد من المؤسسي المخابرات الجزائرية البارح كان في زيارتي اللي هو المجاهد العقيد آية مصباح ويمكن اليوم نخرج الصور نتاعه العقيد آية مصباح حميد المدعو عز الدين أنا ما نعرفش ما زال جاي من البلاد سيد قال لي كنت رعي سيد هذا قال لي كنت رعي الراعي هذا جاي من ورق لمسكي جيت ادخلت عند الوزير هذا فزت في الانتخابات بارك لي الوزير مشكور وصديق ولي الآن اتواصل معه صديق وبعد قال لي واش رايك تشوف الجنرال توفيق قلت له وشكون هذا توفيق كي يضحك هو قال لي توفيق قلت له وشكون توفيق هذا قلت له لا حتى نشور الشيخ نحن قاعد يضحك اروحت لالشيخ وتلو شيخ فراني كنت عند الوزير فلاني وراه قال لي واش رايك تشوف الجنرال توفيق اضحك الشيخ قال لي واش قلت له قلت له ما رح شك تنشور الشيخ قال لي لا اروح المهم بلغته يكلمني واحد يسموه خالد خالد هذا السكرتير تعتوفيق قال لي معك خالد سكرتير تعتوفيق وراك odpowied قلت له مكان فلاني بعث لي بعث لي سيارة داتني شفت الجنرال توفيق أما الكذب اللي يقول فيه السيد هذا واستقطبني فلان وأنا ما نعرفش السيد هذا اللي يتكلم عليه هاني يقولتك مباشر وش كان مضمون زيارة السيد قادر بنقرين هيدا مزاك تتذكر أعتقد هذا اللقاء كان في حدود حين نصبنا في مايي 94 يمكن بعد ثلاث شهر أربعة على أكثر كان اللقاء هذا مع الجنرال توفيق أكيد حبي يسمع مني أكيد حبي يعرف وشكون هذا الشاب اللي جاي بدون أي دعمه من أي جهة وتوقف أركان الدولة ضده ويفوز في انتخابات أو لا تنسى بأنني كنت نقابي كنت أمين وطني في لوجيتية كنت أمين وطني في دارية عمال طربية والتعليم والتكوين فالكولسة والوصول والانتخابات أديرها بجدارة يعني منيش ولد اليوم يعني ابن الكشاف وبن اللينية وبن الجيتي وبن حركة البناء الوطنية مش كما قال هو طيب نعود إلى مضمون مضمون زيارة والله ما أتذكر ولكن الرجل هذا أنا كما عرفت اللقاءات اللي كانت معه أنا بحياتي هذا الناس اللي يتكلم على العمالة ما شتهاش في هذا الإنسان هذا شخص هذا يجلس معك يسمع منك رجل قليل الكلام يستشيرك في أي موضوع يستمع منك يثيرك يحاول معارضتك حتى يستطيع أن يفهم أفكارك هذا اللي سمعته من الرجل يعني لم أرى منه أي شيء آخر وبحياتي لم أسمع منه أنه طلب مني شيء من الأشياء طيب نغلق هذا القوس هذا فقط ثم حتى ابن بارة بالنسبة لفوزه في الانتخابات بالانتخابات وليس بالتعيينات فاز بصوت أعظن أو صوتين وصدقني أنا لم أسمع بترشيحي إلا قبل يوم من الانتخابات لم أسمع هذا يعني عمل برلماني عادي وأنا أعطي للتوجيه كل ما يتعلق لأن المربي له والمكون له هو الأستاذ أحمد الدان أي عمل يقوم به يقوله استشير الأستاذ أحمد الدان واستشير رئيس مجلس الشورى الأستاذ سالم شري حتى في ترشيحه للبرلمان رشحه مجلس الشورى لجزائر العاصمة لأن الديمقراطية اللي موجودة في حركة بينها الوطني قل ما تجدها في العالم نحن لا نتدخل في القوائم مجال الشورى الوطنية هي اللي تنتخب من تشاء للترشيح في القوائم بلدية أو برلمانية ولو نذهب من نقطة أخرى ولو نذهب من نقطة أخرى وأنا لا أرمي لك الورد الآن أنه هنيئ لك أنه أبنائك من نفس توجهك يعني الحمد لله أنه مشوفي نفس توجهك ما خرجوش في توجهات حزبية أخرى فهذا يحسب لك الحمد لله يعني هذا فضل الله ثم فضل أمهم اللي ساعدتني لأننا نظل غايب ثم فضل المحيط اللي نعيش فيه وعائلتي اللي يمساعديني ثم فضل خاوتي في الحركة اللي دايما وقفين معي ومع عائلتي ومع كذا والحمد لله أتشرف وأنا وين تألم عند واحد من أولادي يحفظ القرآن الكريم في ست شهر حفظه ويصلي هو بالفارق بالفارق انتعه في كرة القدم هو اللي يصلي بهم وهو اللي يوجههم في الدين ويقولوا بيت في الديسكوتاك يعني ألم ألم مش لي أنا أنا متعود أنا أحياناً واحد من أولادي قال لي يا بين بدل لقب انتاعي هذا بن قرينا أعد أتأذى به كثير قال لي وش رايك نبدل لقب انتاعي عدتنا أتأذى منه أنا ما يؤذنيش كلام الناس لأني متسامح لدرجة لا تتصور ومتصدق لأني تربيت عن الشيخ نحناح رحمة الله عليه وقالنا أنا متصدق بعرضي وليأني يا رجل تعلمت في الزوايا القرآنية يدفع بالتي يا أحسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وتأكد بأن هذم أبواق الخارج لو يعودون إلى رجدهم ويطلبون من التوسط للدخول إلى الوطن والدفاع عنهم لدفعت عنهم ومن جهتي متصدق بعرضي لهم طيب بالحديث عن أبواق الخارج هناك مخاطر عديدة من الخارج من دول مختلفة زيارة الرئيس إلى إيطاليا وشهدنا تلك الصور وتلك المشاهد حتى حديثه مع أمير الإمارات أو ملك الإمارات كيف تبعتهم تلك المشاهد وكيف تعلقون الآن عن المخاطر التي تحدق بها الجزائح شوف عندما تتكلم على الوضع الأمني صحيح وضعنا كله ملتهب من المغرب إلى إلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب وبين الصحراء الغربية إلى مالي إلى نيجر إلى ليبيا وحفطر إلى المحاولات الحثيثة لإرباك النظام التونسي إلى أننا في جنوب المتوسط يقابلون شمال المتوسط التي الفوضى بدأت تدخل إليه في عديد من مناطقه إلى اليمين المتطرف صاعد الآن في أوروبا وفي فرنسا وفي عديد من الدول إلى أزمة أوكرانيا لكن في الجيو بوليتيك أو في الجيو السياسي أو في الجغرافيا السياسية أحيانا لما تكون أنت دولة قوية مستقرة في محيط كله ملتهب هذا عنصر قوة ليس عنصر ضعف ألمانيا لما كانت دائرة بها عموم الكتلة الشرقية التي كانت تابعة الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي وهي الدولة الوحيدة التي كانت قوية ونامية ومستقرة ورائدة كان كل ذلك الضعف الموجود في محيطها هو عنصر قوة ليس عنصر ضعف كذلك الجزائر لما تشوف المغرب هي الآن في حالة من الأزمة في من يورث الحكم هي حالة من الأزمة للملك غائب وللأسف هي تسكع في شوارع باريس ولاحظت الفيديوهات في الصراع داخل العائلة في العلاقة التي ليس متطورة العلاقة الرهيبة التي موجودة بينهم وبين الصهاينة وفي عز تدمير غزة تستقبل بواخر الذخيرة الصهيونية في الأراضي في المناورات التي تديرها المغرب مع الكيان الصهيوني في القواعد العسكرية المتقدمة الكيان الصهيوني على الأراضي الصهيونية في الحرب التي أثارها وألغى اتفاقية توقيف القتال مع الشعب الصحراء ومع جبهة البوليزاريو في كل هذه الأزمات التي ركت تشوف فيها في محيطنا كلها والجزائر آمنة مستقرة تخلق نموذج بحبوحة جنة داخل هذا هذا قوة في مفهوم الجغرافية السياسية هذا معنى قوة وليس معنى ضعف يخلق تحديات نعم يفرض مخاطر علينا نعم ولكن هذا يفرض علينا أساسا تقوية الجبهة الداخلية وتقوية الجبهة الداخلية لا يكون إلا بفتح قنوات اتصال مباصرة بين رئيس الجمهورية ومختلف عموم النخبة الوطنية والقوى الوطنية بين المؤسس الأمنية وبين عموم القوى الوطنية ومختلف بين رئيس البرلمان ومختلف بين الوزير الأول رغم أننا لنآن عدنا جهاز تنفيذي يتبع رئيس الجمهورية عندما نقول عندما يكون عندنا رئيس حكومة بين الولاة وبين مختلف الفاعلين في إطار الديمقراطية التشاركية مع الفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني بين البرلمانيين وبين ناخبهم عندما تتمتن الجبهة الداخلية نتيجة الحوار نتيجة وضع الجزائرين في وضع التحديات والمخاطر فإن الشعب الجزائري يهبه على قلب رجل واحد متحدين متآلفين لتعاضد والتلاحمة مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لحماية الثغور ومع المؤسسة الأمنية لحماية السيادة ومع رئيس الجمهورية لقيادة المؤسسات وتوجيه الأمة الجزائرية وحماية السيادة إذن عندما تكون كل هذه المخاطر وتكون جبهتنا الداخلية قوية قوية وصفنا الداخلي متراس كلنا متفقين على تجريم تمزيق النسيجي المجتمعي كلنا متلاحمين مع أجهزتنا الأمنية ومؤسستنا العسكرية كلنا داعمين لرئيس الجمهورية لأنه يرمز إلى مؤسسات الجمهورية ولا يرمز إلى اسمه كشخص ولا يرمز إلى السلطة فقط كوننا الآن نعيش منصب وزير أول نحن في حركة البناء الوطني دائما نقول قد نختلف مع رئيس الجمهورية الحالي أو قد نتفق معه بمبدأ أساسي في حركة البناء الوطني نقول للمحسنية أسات وللمسيئة أسات عندما يكون عبد المجيد المتبون هو رمز للسلطة نحن في حركة البناء الوطني صحيح نحن نمارس سياسة وأبناء الشعب ولكن رجال دولة نحن نميز زيدا في نظرتنا للرئيس سواء عبد المجيد المتبون أو غيره نتكلم عن عندما تكون هناك أغلبية رئاسية رئيس الجمهورية يعين فيها الوزير الأول عندما في حركة البناء الوطني نتعامل معه كرمز للسلطة بمبدأ أسسنا له في قانون الأساسي وهو نقول للمحسنية أحسنت وللمحسنت وللمسيئة أسات فإذا كان أي قطاع من القطاعات شفنا باللي فيه خطأ حتما سوف ننصح بالسرية نتكلم ثم إذا اضطرنا إلى العلن أو كما قال الرئيس في حد إداته يوم أن الحكومة فيها وعليها أكيد نتكلم بالعلن لكن لا يمكن لحركة البناء الوطني أن تعارض الرئيس عبد المجيد تبون أو غيره كرمزا للجمهورية لأن رمز الجمهورية الأمر مختلف تماما نحن ندعمه سواء كنا معه في الأغلبية الرئاسية أو اخترنا المعارضة ضده فإننا لن نعارضه مطلقا لأن وجوده هو استمرار للدولة الجزائرية وديمومتها وصيانة وديعة شهدائها ووحدة شعبيها ودينها وجغرافيتها فلنحن نعارضه لأنه يوجه العلاقات الدولية ويوجه القيادة العسكرية ويوجه ويقود كذلك القيادة النهرية استفقاد ابن مجينة في بداية الحوارة تحدث على أنه ربما ستكون بعد الانتخابات الرئاسية تعديل في الخريطة الإدارية واستحداث ولايات جديدة وبلديات جديدة ما يحن مباشرة إلى ضرورة انتخابات تشريعية مسبقة لا هو اللي حبي تقول رئيس عبر ميرارا وتكرارا بأنه يرى بأنه يعيد النظر في التقسيم البلدية والإدارة هذا والإقليمي هذا البلدية وللولاية وغيرها حتى يقرب الإدارة من المواطنين حتى يسهل متابعة على الوالي متابعة البلديات حتى نملأ الفراغات الجغرافية والاستراتيجية والأمنية الريف الآن انتهى وهذا خطر على الأمن الجزائري الصحراء ربما تنتهي في أي وقت من الأوقات إذا لا نستطيع أن نبني مدن جديدة ونقرب الإدارة المواطن ونعدد في تأسيس بلديات وولايات فالرئيس عبر ميرارا بأن لديه النية ما كفهش وقت نتيجة جائحة كورونا ما كفهش الوقت نتيجة المرض والحمد لله رجع معافة سليما إلى أداء أدواره الوطنية فلديه نية عبر عنها ميرارا بأنه يعيد النظر في هذا التقسيم محنة تتكلم على ممكن 120 ولاية 130 ولاية جديدة بدل 1541 بلدية ممكن تتكلم على 2033 لا أدري كم العدد أو نظرة رئيس الجمهورية أو التوجيه اللي يعطيه للأخ الفاضل وزير الداخلية سيبراهيم مراد لا أدري لكن عندما يعاد النظر في هذا التقسيم حتما لا نستطيع أن نبقى إذا كان راه جاهز الآن ورئيس الجمهورية مباشرة مثلا في بداية السنة عاد النظر في التقسيم الولايات والبلدية يعني حتما نكون مضطرين إلى انتخابات بلدية مسبقة أو انتخابات برلمانية مسبقة فضلا على أن الولايات الجديدة التي تشكلت أنها يجب أن تزرى فيها انتخابات لهذه الولايات السبعة أو عشرة أو عشرة الجديدة لأسباب موضوعية يجب أن تزرى فيها انتخابات بلدية وولائية والصينة مسبقة من هذا المنظور تكلمنا وليس من منظور آخر يعتمد على السرعة في تجهيز هذا القانون الذي يعيد النظر في التقسيم الأقليم نحن نذهب إلى آخر نقطة وهو الخطاب السياسي نحن ستبدأ الحملة الانتخابية هل تجد أن الخطاب السياسي يجب أن يحين يجب أن يرتفع المستوى خاصة وفق تطلعات المواطنين الخطاب الذي يجب أن يرافق الحملة الانتخابية هو البحث عن الثغرات اللي ما وقعتش اللي ما استطعتش الحكومة تسدها لازم نعدها إعداد دقيق حتى نستطيع تجاوزها في البرامج الحكومية المقبلة لتنبيه الحكومة الخطاب الذي يجب أن يقود الحملة الانتخابية وهو دوما ومستمر ودون انقطاع بالتلاح مع مؤسسات الدولة الجزائرية وهذه ملك الأحناء ما هي ملك حتى وحد ما هي ملك رؤساء الأجهزة الأمنية ما هي ملك سعيد شانجريحة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ما هي ملك عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ما هي ملك رؤساء غرفتين البرلمان ما هي ملك التوحد هذه ملكنا احنا كلنا كجزائرين وهذه خيمتنا كلنا كجزائرين هؤلاء هما أعمدة قايميننا هذن هما لبيلي الآن لقايمين هما والمؤسسات نتاح قايمين بإقامة خيمة الجزائر إسقاطهم هو إسقاط خيمة الجزائر والمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية وبأشخاص المؤسسات الدولة الجزائرية هو مساس بالشعب الجزائري وبشرف الأمة الجزائرية يبقى حث الشعب باستمرار لأننا إذا لم نبقى متلاحمين مع مؤسسات دولة يوقع لنا موقع ليبيا وموقع اليمن وموقع السورية لقدر الله اللي نتمنى إن شاء الله إخواننا في الأقطار العربية يتجاوزوا الأزمة التحام أو في السودان حتى أو حتى في السودان يجب أن نبقى مستمرين بالتحسيس بالمخاطر التي تحوم حول حدودنا وبصعود اليمين المتطرف وما يمكن أن ينتج عليه صحيح فرنسا دولة مؤسسات وهناك خطوط حمراء لا تسمح للحكومة الفرنسية لليمين المتطرف أو غيرها أن يتجاوزها لأن مصلحة الأمة الفرنسية أعتقد في تحليلي سوف يضمنها الدولة العامقة ولا تضمنها لليمين المتطرف ولا اليسار المتطرف لكن هناك يمين متطرف صاعد ومتنامي يجب أن نرى بأن الخالط العالم الآن الفوضى فيها تتسعه بشكل كبير يجب أن يكون هناك توعية عودة الجزائر إلى محيطها الإقليمي والدولي بأنها أصبحت بدل من أن كانت متققعة على نفسها والرئيس في حالة عجز وفي حالة مرض وأمن القومي مستباح وليبيا في حالة غليان وغيرها ونحن متفرجين والعودة التدريجية للأمة الجزائرية والدولة الجزائرية ولريادتها ولصناعة الأفكار هذا أمر مثمن يجب أن نستمر فيه ثم هذا الشعب متحمل لكل إخفاقات سياسية ومتحمل لكل الأزمات ويحتاج مننا كل الخير ويحتاج مننا كل الدعم ويحتاج مننا كل تحقيق طموحاته ويحتاج مننا نبحث على ذيك الأرملة ونهتم بها ويحتاج مننا نبحث على ذاك اليتيم ونساعده ويحتاج مننا نهتم على ذاك الموعاق ونوقف معه ويحتاج مننا أن نبحث على ذاك الأعمى أو البصير ونساعده ويحتاج مننا أن نبحث عن ذلك البطال ونبحث له عن منصب شعله ويبحث عن ذلك الذي ليس لديه سكن ونجهز له سكن كل ما يساهم في إسعاد المواطنين ورفاهية المجتمع على النخبة الوطنية التي تقود حملة المترشح الحر المواطن عبد المجيد تبون الذي رشحته حركة البناء الوطني أن تبحث عن مدن الجزائر العميقة وأماكن الظل وحاجات المواطنين في كل هذه الأماكن في أزقتها في دشورها في أحيائها في بلدياتها في ولاياتها في زنقتها في كل الأماكن لرفع هذه الانشغالات إلى الولاة والبرلمانيين والوزراء والحكومة والرئيس الجمهورية للبحث جماعيا كيف نسعد المواطن وكيف نحقق رفاهية المجتمع الجزائر وهدو الأهم لأن أساس الأمن وأساس المحافظة على مكتسب الأمن والاستقرار وأساس استمرار المؤسسات الدولة لأداء أدوارها وأساس ريادة الأمة الجزائرية أمام الأمم وأساس محورية الدولة الجزائرية هو هذا المواطن الجزائري عندما نهتم به بصحته بوظيفته بتكوينه بعائلته بإسعاده سوف نحقق كل ما من شأنه أن يرفع من قيمة الأمة الجزائرية وهذا هو الأساس سيد عبد القادر بنغينا وصلنا ختمه هذا اللقاء الخاص شكرا لك على ساعة صدرك وعلى كل ما تفضلت به شكر لك أخي عبد المالك وشكر لكل جزائرين الذين يكرمون بمتابعتنا ونبقى صدرا مفتوح أن يرسلون على صفحة الحركة انتقادا أو تصويبا أو نصحا أو لأي خطأ وقعنا فيه أو رفع الانشغالات التي يمكن أن تكون لنا دوائر مفتوحة ربما بعض المسؤولين رئيس الجمهورية أو غيرهم المسؤولين نرفع الانشغالات والله هو الموفق بالتوفيق لك سيد عبد القادر بنغينا مشاهدنا الكرام وسلم يختمه هذا اللقاء الخاص دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة